الحدث الارهابي بتاع الوحاد كان فيه عملية مفروض يقوم بيها مجموعة من الزباط بناء على معلومات جات لهم الزباط والافراد طلعوا على حسب التعليمات وحسب المعلومات اللي جات لهم وراحوا الوحاد او راحوا المكان اللي هم كان مفروض ينفذوا فيه المأمورية للأسف للأسف كمان مرة الزباط حصل فيه خسايا في الزباط والافراد الله يرحم الجميع استشهد من استشهد قول المصاب يعني المصابين ربنا يكرمهم ويقوموا تاني بالسلامة ربنا يا رحم الجميع اللي انا عايز اقوله فيه ناس بتشمت في الحاجات دي انا فكرة الموت ما فيه الشمات والاشعاعات محدش يدي ودنه الاشعاعات في الوقت ده المكالمات اللي سلكية او اللي احنا سمعناها الكلام ده كلام فارغ احنا منتكلمش اصلا بالطريقة دي على الاجهزة منتكلمش في الاحداث القوية دي بالطريقة دي وبالبندة احنا بنشتغل على قد ما بنشتغل فيش حد بيكون رايح عشان بيع نفسه او عايزي موت نفسه الله يرحم الجميع اللي قد شهده عند ربنا تسمعوش للكلام ده احنا بنشتغل على قد ما بنشتغل وربنا بيكرمنا ومش معنى ان فيه حاجة حصلت معنا ان احنا ببقى مقصرين بالعكس يعني احنا الواحد بيحزن جدا يمكن الناس اللي ماتت دي اللي استشهدت دي الواحد عارف بيهم ناس بمعرفة شخصية واحد يعني مش مصدق وهو بيتكلم انه بيتكلم على ناس هو بعرفهم شخصية الله يرحم الجميع محدش صدق حاجة ياريت تسدونا في الفترة الجاية اضطر اضطر وربنا كريم الله يرحم الجميع شكرا